إسماعيلي أحمد طبعاً والأهلي بيتهيألي يعني العرض أو العروض اللي قدمها في الفترة الأخيرة فيها تحسن نزمي في المستوى قلنا من المطش الحدود الأخراني كسبنا بشكل كبير جداً وليد وأجيه حطي عليهم كمان كهرباء اللي انتهى الإيقاف بتاعه فبيتهيألي السكوات بتاع الأهلي في مواجهة الإسماعيلي محتاجين كمان ندعم كهرباء أوي يا أحمد قبل المطش ده زي ما كنا وغدين بالنا الفترة الفاتح كان فيه محاولات مستمرة لتشتيت كهرباء أو أي كلام ممكن يتقال علشان اللعب يطلع من تركيزه وعشان معروف قدقي كهرباء لعب مهم جداً لعب في الكرة المصرية ليه تقلو ولعب مهم جداً وفي النادي الأهلي وهيفرق جداً بإذن الله رجوعه للنادي الأهلي فالحقيقة محاولات برضو سخيفة من تشتيت اللاعبين أو خصوصاً كهرباء من هو عارفين أنه قدقيه وهيفرق لما يرجع الفريق بس احنا بندعمه جداً وبنقوله أنه جمهور الأهلي فعلاً في ظهره وجمهور الأهلي أنا متابع السوشيال ميديا أحمد على طول بوستات عن كهرباء وأننا مستنيين عودتك وأن أنت أكيد هتشرفنا وأن أنت أكيد هتبقى فارق معنا فدي حاجة مهمة برضو أنا متهالي أنه كمان في عمل محفز عند كهرباء أنه جعان كورة يعني فكرة أنك أنت تبتعد عن ودرس مهم جداً حقيقة فكرة جزء كبير جداً من شخصية اللاعب وقدرته على تطوير مستوى هي فكرة السبات الإنفعالي وقدرتك على السيطرة على عصابك في أصعب الظروف اللي ممكن فريك يكون محتاجك فيها وأعتقد أنه درس مستفاد نتمنى أنه إن شاء الله بإذن الله يعني يضيف لكهرباء خبرة في فكرة السيطرة على العصاب والتعامل مع أي حالة من حالات الاستفزاز خليني أقولك كمان أنه في لعبة من الأهل غابت سواء بسبب الإيقاف أو أنه الموديل الفني فيلر ريحهم لفترة لما رجوا وتحسي أنه هم وغدين نفس يعني أنا من الماتشاط اللي بقالي كتير أو لمشفتش عالي معلول فت وفايق وعالي معلول اللي احنا عارفينه المؤثر الدفاعاً وهجوماً زي ما شفته في الماتش الأخراني مع الحدود وكما لو أن ماتش الإيقاف أو مباراة لتأمم إيقاف فيها بسبب حصوله على ثلاث إنذارات قدته نفس رجع بيفراش مرة تانية فلا لعبة الأهل يسنى بسنى فيه كتير جداً بيبتدوا يرجعوا المستوهم اللي احنا عارفينه ونتمنى أن ده في النهاية بقى يترجم لصالح فرقة النادي الأهل إن شاء الله يمكن كنت بسألك قبل الهواء على أن فيه اتجاه النفايلر في ماتش الإسماعيلي هيلعب بباجي مش هيبقى السنائية اللي احنا تعودنا عليها الفترة اللي فاتت مروانوا بباجي هيدفع بس بباجي في الهجوم يعني هو الرجل جرب أنا قلتلك طبعاً أنه فكرة تلعبي باثنين روس حربة في ماتشاط ما قبل دوري الأبطال خلاص احنا بعيدنا طبعاً عن دوري الأبطال بس يعني قبل ما نعرف أن الماتشاط تتأجل كانت فكرة بالنسبة لي غريبة شوية لكن واضح كمان أنه ما فيش انسجام يعني عشان تلعبي اثنين روس حربة واحد صريح وواحد شادو سترايكر أو الاثنين بيلعبوا جنب بعض ده محتاجة بين الاثنين فرودة قدرة كبيرة جداً على التفاهم والانسجام لغة العيون بتبقى حضرة دايماً في السندوق أنت شفتني لو اتحركت كده هبقى أنا جاي في المكان الفلاني أو لو أنت قطعت على القريبة هقطعنا على البعيدة وده ما كانش بيحصل بالعكس كنا أوقات كتير جداً منحس أنه في تداخل بين دور مروان ودور باجي فيه جوه السندوق وبالتالي أعتقد أنه دي طريقة الأنسب أنه في راس حربة واضح وصريح يكون باجي يكون مروان ده قرار في النهاية ميستر فيلر هو اللي عنده قدرة أن يشوف مين الأجهز ومين اللي هيفيد الفرقة بشكل كبير جداً ويكون عليه الاختيار وزي ما قلنا هو بي لازم فعلاً يجرب كل حاجة قبل أفريقيا ودلوقتي خلاص بقى بعيد أنه فعلاً فترة عن أفريقيا نروح يا أحمد لأزمة اختفاء كؤوس أمم أفريقيا النهاردة النائب العام أمر بحالة الواقعة دي طبعاً الواقعة بتاعت فقدان كاس بطولة أمم أفريقيا العام 2010 من بين مقتنياته لنيابة الأموال العامة العليا بمكتب النائب العام وده طبعاً للتحقيق فيها تحقيقاً قضائياً يعني البيان الرسمي